أبو إبراهيم يسأل عن العبادات المستحبة في هذه الأيام وبالنسبة للتكبير يقول متى يعني يبدأ أخوي الفاضل أبو إبراهيم بارك الله فيك و رضيه عنك بالنسبة للعبادات لا يعني يقيد بعبادة معينة و إنما جميع العبادات فالنبي عليه الصلاة و السلام قال ما من أيام العمل الصالح العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر و لذلك كل عمل صالح فله فضيلة في هذه الأيام و لذلك الله جل وعلا لم يبين مقدار الأجر و كذلك النبي عليه الصلاة و السلام لم يبين مقدار الأجر من حيث العدد فدل هذا على عظم الأجر في هذه الأيام و أن ركعتين فيهما تسوى و تعادل شيء عظيم عند الله سبحانه و تعالى و لأجل هذا أنا أنصح إخواني باستثمار هذه الأيام الزاكيات الصالحات الطيبات بالعمل الصالح و هي أيام معدودات عشرة أيام و من جملة الأعمال الصالحة كثرة الصلاة و المعنى النفل المطلق في غير أوقات النهي النفل المطلق في غير أوقات النهي فمثلا في وقت صلاة الضحى بدل ما كنت تصلي ركعتين الضحى صلي أربع ست ثمان عشر اثنى عشر و هكذا كذلك ما بين الظهر و العصر إذا كان عندك وقت أو أخواتي و بناتي أمهات النساء عندهم وقت بين الظهر و العصر فرصة تكثرون من الصلاة أيضا بين المغرب و العشاء كذلك في الليل هذا كلهم من الأعمال الصالح أيضا الصيام و قد ورد أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صامت تسعة ذي الحجة و الحديث و إن كان متكلم به من جهة الإسناد متكلم فيه من جهة الإسناد إلا أن بعض أهل العلم حسنه و هو حديث هنيدى بن خالد عن امرأته عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامت تسعة ذي الحجة و يتأكد الصيام في يوم عرفة و يوم التاسع فالنبي صلى الله عليه و آله و سلم قال صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية و الباقية يعني يكفر ذنوب سنتين كاملتين كذلك الإنسان يكثر فيه من الصدقة يتعاهد الفقراء و المساكين و العرامل و الأيتام و المسحوقين و يتعاهد البائسين يتعاهد الذين لا يملكون شيء يتعاهدوا بالإطعام و بالصدقة و بالبذل و الإنفاق فإن هذا فيه أجر عظيم و ثواب كبير عند الله سبحانه و تعالى أيضا قراءة القرآن و لذلك ثبت عن السلف أنهم كانوا في الأزمان الفاضلة و في الأماكن الفاضلة كانوا يختمون القرآن كثيرا ففرص للإنسان أن يختم القرآن مرات في هذه الأيام العشر كذلك كثرة ذكر الله و أعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله و وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير كذلك مسألة الدعاء يدعو الله سبحانه و تعالى أيضا طلب العلم هذه عبادة جليلة طلب العلم يعني إتقان باب من أبواب العلم خاصة فيما يتعلق بالعبادات و الطاعات أفضل من كثير من الطاعات و العبادات و لذلك يتقصد الإنسان طلب العلم و يزيد جرع الطلب العلم في هذه الأيام فله فضل كبير و ثواب عظيم عند الله سبحانه و تعالى أيضا القراءة في سنة النبي عليه الصلاة و السلام و في سيرته تدينا و تقربا إلى الله سبحانه و تعالى كذلك فيها الأجر الكبير و الثواب العظيم و الأعمال الصالحة كثيرة و لذلك جاء النص بماذا بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر و فرصة للإنسان في هذه العشر أيضا أن يزور أرحامه الذين مثلا غاب عنهم أو انقطع عنهم أو بينه و بين أرحامه قطيعة مثلا أن يصلح هذا و يغلق ملفات الخصومة و ملفات يعني النزاع و الشقاق و يستقبل حياة جديدة مليئة بالمحبة و السلام مع أرحامه و أقاربه و أيضا يتعاهد أقاربه بالسؤال فإن هذا حق عظيم عليه جاءت به نصوص الشريعة و لذلك يا أبا إبراهيم بارك الله فيك ليس عندنا حصر و قصر على نوع معين فجميع الأعمال الصالحة المشروعة يأتي بها الإنسان